بسم الله الرحمن الرحيم و السلام عليكم 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 و صحبه们 أسرعنا سادراتكم من غرضه أداة سغيرة و من خلالها أمل أفضل قضير مهمون بالنسبة لي في الـ ArcGIS وللأمال ، أستطيع ان اتفهم الأداه من ثلاثة كبيرة ، و عمل الشغل التي تحدثت و بعدها احاولت عملت ان تحسي في الـ ArcGIS أو الـ ArcBlow يمكن أن تكون موجودة عن أداة تعمل نفس الشيء موجودة داخل الأرض يمكن أن تكون موجودة وفي الغالب ستكون موجودة لكن أنا خلص تعودت على الأداة في شهر حتى أن الأداة لم تقلت على موجودة على السيطة الرسمية ولكن ربما الأداة اسمها Houses Analysis وفيها نوع من أنواع التحليلات التي يمكن أن تستخدمها لكن أنا أستخدم دلوقتي حاجة واحدة بس اللي هي لو أنا عندي مجموعة نقاط وعندي بوليجون وعندي تأسيمات لبوليجون وعاوز أحسب كم نقطة في كل بوليجون أو كم البوليجون ده فيه كم نقطة في الشيء فايل الآخر موجودة داخل البوليجون وهو إبيض الحالية التي يمكن أن تكون سامنة الإنترسكشن أو الإنترسكت أو انترسكت أو هو أختار أخطر أقول كونبليو غلو 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 و مع оказالة تؤáis نوع من الجهائة الأخطاء الإخدار والثانيةoured ٢١٠٠٠٠٠٠٨ أو Zeroصل وفي الطبقة التي تريد أن تحسب النقط لها وتضع لك في العبود قدام كل بوليجون في العبود عدد النقط الموجودة لكي لا تقوم بأكثر في الشرح الأداة التي سوف أقوم بها تحت الفيديو اسمها هاوسس جناليسي ساية تولز وتفك الضغط من عيها وبعدين تدخل على الارتماعي وتيكي هنا تقول له تقول له انا عايز اه اه بعدين تقول له اه خلاص اه 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 تقول اه اه علي اه وبالتالي فعلت الاداة دلوقتي لديك جائس الاداة المدينة الفيون متقسم الشياخات ومجموعة من النقاط التي ممكن تكون مدارس ممكن تكون مستشفيات اي ان كانت طبعا احنا رفضين مثال صغير لكن احيانا بيكون عندك عشرات الالاف من النقاط تمثل ظاهرة معينة ومحتاج تحسب كل بوليجون فيه من النقاط دي تقبل المهم انا عندي هاوس الاناليسيس هنا ادوس على الاناليسيس تولز وانزل تحت عند بوليجين عند اسف كونت بوينتس ان بوليجونس اهو وبعدين اختاره البوليجون لير اللي هو الـ والبوينت لير اللي هي كذا كذا احاول اسم الفيلد ايه انا احاول احاول تكتب بحرفين ثلاثة عشان اه مايجب لكش ايرور فانا وسلم بقول ان ده بوينتس وبعدين اقول له اوك كده خلص لو جيت هنا قلت له قابل عندي البوينت سهل فيها كل اه بوليجون في عدد النهار بتاعته اهو البوليجون ده في واحد بوينت البوليجون ده في اتنين بوينت البوليجون ده في اتنين بوينت برضو اللي هي دي و دي يبقى اذا انا اقدرت احسب عدد البوينتس في كل بوليجون البوليجون ده ممكن يكون قرى المراكز وبحسب منها عدد النخل زي ما احنا بنعمل في مشروعات التخلق او ممكن يكون الشياخات بتاعت المدينة وبحسب منها عدد البوينتس اللي بتمثل والياء كل المدارس او الناس المصابة بمرض معين اللي معين اللي بشير متاعه او اي الكن بقى الاداة فيها كزا حاجة مهمة جدا على سبيل المسال برضو في الادارسيس البوليجون لو انت عاوز تعمل الادارسيس بين بوليجون و بوليجون عاوز تحسب مثلا اللي هو الزهود الادارسيس الو دي موجودة في الاربع في كل الاحوالي الـ Sunline Lens in Polygon لو انت عدك مجموع الطرق عاوز تحسب طول الطرق و في كل مركز من المراكز مثلا تقطع الطرق وتستخدم الـ Solve وبعدين تعمل الانترسيكت 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 ممكن تحسبها من الانترسيكت الانترسيكت ممكن تحسبها من الانترسيكت الانترسيكت